تحية طيبة اليوم ما شفنا مع بعضياتنا بزاف ديل الوصفات اللي كتهم الأطفال والصحة ديل الأطفال والجمال ديل الأطفال فالصحة ديل الأطفال اختارت لكم واحد المجموعة ديل الوصفات لشائعة أو أسئلة لي كتصطرح بزاف واللي غيمكن تفيد الأطفال دي لكم في البيت بالنسبة للصحة فكانتنا وصفة لرفع الشهية كنا نخذ فيها معلقة صغيرة ديل النافع البلدي والنفع الرومي ثلاثة ديلا الوريقات ديلا الاحباق البلدي كنزيدو عليهم كاس كبير ديلا المام غلي حتى كي يطلق ومن بعد كنناخدو نص كاس صغير من هاد الخالط هادا كنشربوه في الصباح على الريق كنعطوه الوليدات ديلا والبنيتات ديلا وكيدا وموعليه إلا بقاليكم كتحتوه في تلاجة والمدة ديلا الصلاحية ديلا وثلاثة أيام كنا مصفة أخرى لي رفع الماناعة عند الأطفال فهذا الوصفة هادي اللي اخدينا فيها نص بانانا مقشرة يعني كنحيدو لذيك القشرة ديلا كنناخدو نص فاحا دي كنحيدو للقشرة وكنحيدو لللب ديلا كاس كبير ديلا الحليب نعفون كنحطوه في فوق العافية حتى كيف يفيد هاداك الحليب كنخليوه الساعة من بعد كننطحنوه هاد الخالط في الخلط الكهربائي ولكن كنقدموه كم شروب ساخن للأطفال ديلا إذن كنعطوه ليهم كنسخنوه شوية وكنزيدو فيه واحد مع القاس غيره ديلا العسل ولا مع القاس غيره ديلا الكاكاو وكنعطوه الوليداتنا يفطروا بيه كل صبح وغادي تكون وصفة هائلة لرفع المناعة كنا وصفة اخرى للدكيرة جوج قرقاعات اللي كنقسموه مع الاربع يعني الاربعات ديلا الفصوصة ديلا القرقاع كنزيدو عليهم مع القاكبير ديلا اللوز مطحون وكنزيدو عليهم ثلاثة ديلا المشماشات بلديين يابسين مقطعين وكنزيدو كاس كبير ديلا العسل البرتقال كنتحنوه ديلا الخالط هذا كامل وكنعطوه كذلك لوليدتنا مع الفطور جوز المرات في الأسبوع كافية نعطوه ليهم وندوموا عليه فهذا كيعا نعونو على الذكيرة ديلا وصفة اخرى لصحة الاطفال اللي هي وصفة فقر الدم فهذا الوصفة هدي اللي غادي ناخدو فيها مع القا صغيرة ديلا عرق سوس وغا ناخدو فيها مع القا صغيرة ديلا زريعة الجازار كنزيدو عليها أو زريعة دي رخيزو فكنزيدو عليها كاس كبير ديلا المم غلي حتى كي يطلق كنشربو كاس صغير من هذا الخالط كل الصباح كندومو عليه على الريق وما كان قطعوش وهكا كنعونو ليدتنا في تصدي لفقر الدم أكيد مع الأدوية ديالهم والحيمية ليعاطيهم طبيب ديالهم